كيف أقترب إلى الله وهذه الجزء من الحلقة بدي يكون أقترب بشكل نحن نتكلم حالياً بشكل عملي أولاً أستطيع أن أقترب إلى الله عن طريق الصلاة الصلاة اليومية فالصلاة أن تدخل إلى المخدع وتصلي وتكون في علاقة مع الآب وهذه الصلاة بالروح القدس مش مهم المكان أو الزمان المهم أن الله روح والذين يزجدون له فبالروح والحظ ينبغي أن يزجد له طبعاً إحنا كل يوم لازم نصلي مكتوب صلوا بلا انقطاع ما فيش يعني بالمسيحية صلاة فرائض أحيانا الكنايس بتنظم توقيت للصلاة وأنواع الصلاة ولكن بالمسيحية مكتوب يعني صلوا بلا انقطاع صلوا ولا يمل صلوا كل حين ولا يمل مواظبين على الصلاة وهكذا بتتكلم عن حياة الصلاة بشكل يومي نبدأ نصلي أنه نشكر الله على يوم جديد نشكر الله على أمور كثيرة في حياتنا صلوات شكر صلوات تشفع ثم صلوات طلبات شيء تاني أقترب إلى الله عن طريق الكلمة كلما قرأت بالكلمة كلما عرفت صاحب هذا الكلام أتشبه به أعرفه أكتر فقراءة الكتاب المقدس هي الغذاء الروحي اليومي كما أن الجسد يتغذى على الطعام الجسدي يوميا فالروح تتغذى على الطعام الروحي يوميا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياء الأبدية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فإذا أنا أقرأ الكلمة يوميا أتأمل بها أدرسها أتعمق بها أحفظها أتمسك فيها أستخدمها الإصغاء للكلمة الكلمة النبوية اللي الرسول بطرس مش بس تتكلم عن اختبار عظيم حدث على جبل المقدس جبل التجلي ولكن نعتمد على الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها الكلمة النبوية الكلمة النبوية فيها مواعيد فنثق بمواعيد الرب شيء ثالث كيف أقترب إلى الله ينبغي أن أقطع كل علاقة بالماضي كل شيء لا يمجد الله فالماضي أحبه كتير مرات بحاول يجرنا للورا وبحاول يمسكنا ويشعرنا بالزنوب والخطايا ولكن اعمل قطع للماضي وأسلك في القداسة العملية بشكل يومي لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة هذه هي إرادة الله قداستكم تسالونيكي الأولى إصحاح أربعة آية ثلاثة وآية سبعة اشتركوا في القناة